إذا قلت القول الأزمة اليمنية تختلف عن غيرها من أزمات المنطقة في سوريا في ليبيا بأن الموقف الإقليمي والدولي موحد حولها في التفاصيل يمكن أن نناقش الشيء كثيرا لكن الجميع يعترف بالحركوبة الشرعية الجميع يرفض الانقلاب الجميع لديه مرشعية واحدة هي المبادر الخليجية وخرجات الحوار الوطني القرار الأمام 1316 ولا يوجد تناقض كما حصل حول الأزمة السورية بين كل الأطراف الإقليمية والدولية هذا أمر يساعدنا لكن في التفاصيل هناك الكثير من الأمور هناك مبعوث أممي والمبعوث الأممي عمل مع الأطراف بجهد كبير نحن في الحكومة اليمنية تجاوبنا مع كل المبادرات الدولية القائمة وفقا للمرجعيات على تعددها هناك مراكمة في قضايا الحل ذهبنا إلى الكويت 115 يوم تستطيع أن تقول الخلاصة التالية وفي الحكومة اليمنية وافق على كل ما قدمه المبعوث والمجتمع الدولي خلال دول 18 راعية الطرف الآخر رفض كل شيء وخرجنا بدون اتفاق